الشكر الله أولاً ثم القضاء الكويتي العادل نتكلم اليوم عن حكم محكمة تميز حكمت محكمة تميز اليوم برئاسة المستشار أحمد العجيل حكمت ببراءة الناب سعدون حماد العتيبي من جميع الاتحامات الكيدية المنسوبة له جملة وتفصيلاً سبق وأن صرحت منذ بداية الاتحام الكيدي بأن هذه القضية كيدية الهدف منها التأثير على سير العملية الانتخابية بدليل توقيت الزج باسم سعدون حماد عتيبي بهذه القضية الكيدية تزامنة مع قرب انتخابات 2020 وأكدت على سلامة موقفي منذ بداية القضية الكيدية وطالبت مجلس الأمة برفع الحصان عني ليعطي مجال للقضاء للفصل في هذه القضية وقد أكد القضاء العادل سلامة موقفي بأن أصدر أحكام بالبراءة في جميع درجات تقاضي أول درجة براءة الاستعناف براءة التمييز براءة وفي الختام أشكر المحامين المحامي الدكتور فيصل عيال عنزي والمحامي الأستاذ محمد ناصر العتيبي وأشكر أخواني وأخواتي ناخبين الدائرة الثالثة والذين أصروا على حضور المشاركة في الانتخابات والتصويت لنا رغم الضغوط التي مورست عليهم وعدم تصديقهم لهذا الاتهام الكيدي وكذلك أشكر جميع من آزرنا وتواصل معنا وتعاطف معنا في هذه القضية الكيدية وشكرا لجميع